السلام عليكم ازايكم يا شباب الاخبار? اه طبعا انا كنت قلت الفيديو اللي فات عن انكم تدورهم على النت على الانتيريور ويتشوفوا هو بيتعمل ازاي? فطبعا اتبعت لي كمية رسائل ان ده بيتعمل ازاي? ده مقصود بي ايه? ده مش عارف ايه? هنعمله ازاي? هنحط ايه? مش عارف ايه? كلام ده كله. فالفيديو ده مخصوص علشان الانتيريور الانتيريور اللي انتم معرفتم شاكلوه او الكاميرا ايه ان كان المسمي ايه? اه انا اعمل القصة دي ازاي بتاع الانتيريور هنروح على اول حاجة. هنروح على وبعدين لنز هتلاقي فيه شغل شيسبورد. شيسبورد دي اللي هي حاجة كده اللي هي زي الاعدل الشاترانج اللي هم تبقى مربعات قبيض وصف. هندوس عليها. هيجي لك المنظر ده. طبعا انت لو ممكن تبعد او تقرب بالبكرة. فانت تزبطها يعني على حسب الايه المناسب لك يعني او على حسب حجم الشاشة اللي عندك. دي ممكن على فكرة ان انت توصلها على تلفزيون يعني على على لاب على اي حاجة. فاحنا ايه? احنا عنمشي طبيعي جدا ولا تلفزيون ولا بتاع. احنا عنفتحها. نزبط بس المربعات ايه متبقاش صغيرة قوي مثلا كده ولا كبيرة قوي. يعني ايه بحاجة وصلت كده على اللاب. وتقوم ماسك الموبايل بتاع حضرتك. يعني شوف تسلسل ده لازم اللي تعمله. الموبايل اللي انت صورت بيه المبنى. تمسك الموبايل اللي انت صورت بيه المبنى. وتصور الصورة دي. طبعا مش هتباين اللي بتاع اللي تحت التاسكة اللي تحت بتاعه. هتقرب الموبايل مثلا بحيث ان هو يجيب المربعات دي من الجرة التاسكة اللي تحت ده. واتصورها من كازا زاوية مسلا من الوش هنا وبعد اللي انت شجال عليه. طيب هتنقل الصور ازاي. هتنقل الصور يا اما البلوتوث يقام بالوصلة اللي هي بتاعة الموبايل للات. ليه? يعني فيه ناس ممكن تستثل وتقول لك انا عايز ابعتهم بالواتساب مسلا يعني مسلا يبعت الصور دي لحد على الواتساب وينفتح الواتساب على النت وينزل الصور. القصة دي ممكن تضيع مواصفات الكاميرا بتاعة الموبايل. لان الواتساب بيصغر الصور وفيه شوية مواصفات ممكن تضيع. ممكن تضيع. ماشي مش اكيد. فخلينا في المضمون انت تبعث الصور بالبلوتوث او بالوصلة بتاعت التليفون. طيب انا خلاص معي الصور على الموبايل ونقلتها على الاب. عايز بقى ايه? احملهم هنا. هعمل ايه? هروح على وورك فلو. المكان بقى تشوف انت اخزنت الصور دي فين? وتقوم رايح مختار الصور اللي انت صورتها دي. تمام? يجي هنا مثلا. اهي. انا صورت مساء الصورة دي. تمام? صورتها بالموبايل من على شاشة الاب. تمام? هتا هتلاقي ايه? الكطوط دي بتاعت شاشة الاب اللي انتو المفروض عارفينها يعني. طيب بعد ما عملت كده هروح على وبعدين كاميرا كالبريشن عند كاميرا كالبريشن اول ما تفتح هي اول مرة هتاخد معك وقت شوية. انا اخدت معي وقت شوية اول مرة لكن دي علشان مش اول مرة ففتحت على طول. اما تفتح بقى الكاميرا هتلاقيه تتعرف على بتاع الكاميرا وهتلاقيه تعرف على بتاع الكاميرا. هنا هو ما يدي لك حرية الاختيار ان انت تكتر نوع الكاميرا نفسها. خريم ولا فيش اي ولا سفيريكل ولا سيلينتوكي. فيش اي دي الناس مثلا اللي بتتفرج على البرامج اللي هي بتاع الناس اللي بتسافر وكده بيبقى معهم كاميرا اسمها تلتمية وستين بتصور. الصور بتطلع عارف انت شبه الكورة شوية شبه الاسفير شوية. فدي ممكن يبقى اسمها الفيش اي يعني فيه كاميرا انا بحاول لوصلك الانواع الكاميرات دي. طيب احنا ما يهمنش بقى انواع الكاميرات والكلام ده كله احنا عايزين نسلم الريبورت فى حدرتها فى هتختار الفريم. دي اللي هي اي نوع الكاميرا بتاع حدرتها. تمام? اه في الاول خالص هتلاقي انشيال وهتلاقي ادجاست دي مقفولة يعني سمعين انا عملا دوس على ادجاست دي مقفولة ما بتفتحش. فالانشيال دي اللي هي البراميترز بتاعت الكاميرا الانشيال اللي هي اللي ابتدائية. تمام? دي شوية براميترز كده واخدتهم كلهم بصفار معدل اف. تمام? هقول له مافيش مشكلة اوكي. خالص دي ابتدائية. طيب انا عايز بقى اعمل للكاميرا بتاعت اللي انا صورت بيها. اللي دي اللي انا صورت بيها برضو المبنى. فهروح على لنس. بعد كده كاليبريت لنس. هدوس على لنس دي. هتلاقيه ايلك في الاول خالص اول ما انتفتح هتلاقي فيه شوية حاجات مش متعلمة اعلمهم كلهم. اه فت معناها ان هو بيزبط بيزبط قيمة البراميتر بتاع كي وان و كي تو و كي تري وكزا للاخر. فانت لما يجي لك اااااااا. اتعلمهم كلهم هتلاقي بقافولة اصلا. بعد ما اتعلمهم اتعلمهم فادوس اوكي. دي هتكد معك وقت شوية في الاول انا علشان عملتها قبل كده هتلاقي بوت موت معاي. فهتكد معك وقت شوية في الاول بس خلص هو. هامل كاليبريشن. فبدل ما نوقف و نرجع بقى كده هوا قرح بيخلص. تمام? هتلاقي بقى اي اللي يزهر لك هتلاقي المنظر ده اللي يظهر لك. ممكن لو انت ما انتشفتح اي صورة في الاول قلص. يعني انت لو انت ما انتشفتح اي صورة اصلا. اه ما عملتش في الاول يعني. مش هتلاقي اي حاجة ظهرالك. فانت علشان تشوف الموضوع اللي احنا بنحكي في ده. هتروح لو دي معمولة كده هتقوم ده السيناء. يفتح لك الخمس صور. تبدوز على اي صورة انت عايزة. هنا اي حاجة. هيفتح لك الصورة اللي انت صورتها. وعليها الايه? العلامات اللي هي اللي انت شايفة بالازرق والاحمد. العلامات دي معمولة عند كل كورنر من المربعات زي ما انتم شايفين. دي حاجة خاصة بالكاميرا كاليبريشن. مش عايزين ندخل في تفاصيل. بس هو كده عمل كاليبريشن للكاميرا. تمام? طيب عايزين بقى نشوف القيم اللي اتعدلت. هم راحين على تولز كاميرا كاليبريشن تاني. دي القيم الانيشيال زي ما احنا كنا عارفين. لو انت بقى روحت عند هنا انا كنت بدوس عليها في الاول ما كانش بيرضا يلقل عليها. يبقى او عدلها اتقول بقى هنا هلاقيدي القيم المعدلة بتاعة البرامترز. في الريبورت نفسه واحنا بنكتب طالب بقى ان احنا البرامترز دي هي اللي انت هتكتبها في الريبورت. تمام? دي ممكن تعملها سيف. هتقوم رايح هنا. هتقوم داية سيف. اللي بتختار اللوكيشن اللي انت عايزه وتسمي اي اسم انت عايزه. وتقول دا بتاعها وتقوم داية سيف. انا كنت عملت القصة دي قبل كده وسميت الفايل ايه كاليبريشن. تمام? اه في الريبورت نفسه بقى انت هتكتب القيم بتاعة البرامترز دي. تمام? هتدوس اوكي. اه لكن هتلاقي في حاجة اسمها الابندكس مطلوبة في الاخر الريبورت. طالب منك بقى الريبورت نفسه. يعني في ريبورت كده انت بتعمل جيريريشن لريبورت من البرنامج ده. هو طالبه في البي دي اف اللي انت هتسلمه بتاع المشهور. طيب اجيب الريبورت ده ازاي? انت بقى انا طبعا هنا معديش الموديل بتاع المبنى بتاعك. فانت هتروح تعمل امبورت للموديل بتاع المبنى بتاعك. هتقوم فايل امبورت. هتقوم دخل الموديل بتاع المبنى. ماشي? دخلت موديل المبنى المفروض انه هيفتح معك. اه عايز بقى اعمل الريبورت اجيب الريبورت اللي هو بيتكلم فيه ده اجيبه ازاي برضو بعد ما انا عملت امبورت بقى اكسبورت هتلاقيه هنا جينيريت ريبورت هتدوس بقى هنا طبعا انا مقفولة لان انا ما عنديش الموديل فهتقوم رايح دايس على جينيريت ريبورت دي هيتلع لك ريبورت زي ده كده تمام الريبورت ده هيتلاقيه هيبلك بقى الكاميرا موديل الريزيليوشن مش عارف ايه الكلام ده كله الكاميرا يبلك بقى شوية حاجات هنا هتقوم واخد الريبورت ده زي ما هو حطه في الاتينديكس تمام يعني هو ده الفرق ان انت فوق بتكتب بس النتائج بتاع البراميترز تحت بتكتب بتحط الريبورت اللي هو طلعه لك زي ما هو تمام كده بس هو ده الانتيرير او الكاميرا اللي كان عامل الالأ فياريت بس تلحقه تعمله في ناس عملته بس في ناس كتير مش عارف اتعمله فياريت تعملوه وتسلموه لان التسليم قرب فاريت بس ان يستلحق تمام وشكرا يا بشمونتسين